ترجمة نانسي قنقر يوليو على الصعيد العاطفي من سنة 24 طبعا عزيزي مولود الجوزاء أجوائك الاجتماعية لحتكون مظهرة جدا بها الوقت نعم أنت محاط بالأصدقاء بالمعارف بالأحباء باللقاءات الجديدة بمفاجآت تفرح بكلام وثناء وأعجاب بيكندوا لإلك كتار وبيبدوا لإلك مودة وبيحطوك بيحنو ودفئ خاصة ابتداء من تاريخ 12 لحتشوف أنه أمورك لحتكون كتير جيدة لما يدخل فينيوس إلى برج الأسد فبيصطع نجمك خاصة وأنه بيتنغم مع مركور بتزداد جاذبيتك بتتقلق بكلامك بتكون الكاريزمة تبعيتك كتير شديدة بتغوي الكتار بتترك بصمتك محل ما بتروح بتستعيد الأمان والراحة وبتنتهي منها واجس ومن نزاعات سابقة كأنه فيه طقل بيسقط عن كاهلك بتلتقي بشخص يمكن يهيمن على تفكيرك وبتكون حتى مستعد للتضحية من أجله قد ما بيعجبك أو هو اللي بيشغل بالك طوال هالشهر وبيجعلك محتار بأمرك بس القلب سعيد أوقات الحب لو كن في مرارة بيخلينا سعدة يمكن ينتهي موليد الجوزاء ينتهو من مشكلة أديمة عائلية زوجية أم عاطفية ويمسح دموعا على أثر جديد بيطرق أو ربما بتنتهي حالة حداد معينة أو حزن على أحد الأشخاص بعد فراق أو رحيل أو انفصال بيقتنعو أنه بعض المشاكل تحتاج لوقت حتى تزول من تلقاء نفسه وأنه الزمن قادر على تضبين الجراح على كل حال في مثل بيقول أنه الوقت ما بيسامح شي بيحصل بدونه كل شي بده وقت الفرح بده وقت والحزن بده وقت حتى يزول ما في شي بينتهي فجأة يمكن بعض الأمور ألمتك عزيزي الجوزاء بس علمتك أنه ما تكون طيب أكتر من اللزوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر